مين النهاردة بيطق هذه الدعوات؟ مين هو اللي بيحرد النهاردة؟ مين النهاردة اللي جوه اللي برة؟ قالك ان احنا جاهزين عشان نحكم البلد هو زي ما عمل معك في 25 من قبل كده وخدك سلم هو بالزبط بيعمل معك نفس الحكاية هم هم ما تراجعوش والت جاي النهاردة تقول ان انا نازل يوم 25 عشان ارجع تاني احكم مين اللي هيخليك تحكم؟ الشعب هيخليك تحكم؟ من امتى؟ ما هو جربك مرة وسلمك البلد مرة سلمك على اساس ان انت كان ممكن يبقى عندك وطنية يبقى عندك يعني مشوية مرؤة يبقى عندك تقدر تدافع عن باقنا وسلمك لمدة سنة الله هو مش حمدين تحلف معاكو هو مش مفتوح تحلف معاكو جزء منك هو مش خالد علي كان معاك هو اسراء مش كانت معاك هو مش معاك مش الوادي اللي اسمه ايه والعيال اسمهم ايه مش كانوا معاك برضو ولا مين؟ ويه اللي حصل في البلد بعدها؟ خربت البلد ولا حصل ايه؟ ما احنا بندفع التمن ده السنة السودة دي بندفع تمانها لحد النهاردة عايز تاني تجرب من ستة ابريل الارهابية مش كانت معاك برضو ووقفوا معاك واحباد ماهور خونا دول كلهم كانوا معاك هم هم النهاردة مش هم اللي بيدعو هم اللي وقفوا معاك في فيرمونت ولا حد تاني اللي وقف معاك هم نفسوهم بالظب مش قنواتهم برضو اللي بتحرط هي هي وانت بتكلم على ارض ايه؟ عرض اللي انت تكلم عليه ده انت بعت الارض وبعت العرض وضحيت وخدت كل حاجة وبعت الناس كلها هو انت جاي النهاردة تكلمني ان انت عندك وطني يعني خاين معتز مطر بتكلم نهاردة على ارض ووطنية الخاين الإسمه التاني ده يا ناصر بيتكلم على وطني النهاردة الخاونة اللي عندين برا دول بتكلم على وطنية شرابه غير شرابي وحشمة وغير دول خاونة بتكلمه عن نهاردة عن ارض ارض مين؟ هو حد بيضحي كل يوم عشان حبة رمل غير الجيش والجيش ده هو الشرف كله في قواتنا المسلحة جاية تكلمنا على جيش النهاردة جاية تكلم على رئيس النهاردة مين اللي بقى دانت دانتو اشرف واحد تيكو خاين وجاسوس المجاسوس محمد مرسي ده اللي بتاعة الروي الشريف يعني الشريف فيكو خاين طب تخيل بقى البينيب هو ايه مش عايز اقول الكلام اللي ممكن يحاسب عليه القانون يعني مش عايز اقول الكلمتين والتلات كلمات واربع كلمات يعني مش عايز اقولها لدي مفعش تقال على هوا ولكن معروفة دلوقتي الاراجوزة تشتم في لندن اول امبارح وبحي المصريين اللي هم ايه ادولوا لان هم كده قالولوا الكلام الصح يعني بقى عايز اقولكو المصريين مفيش اقوى منهم شعب المصري ده مفيش اقوى منه على فكرة في اي حتة هو هيرجعك تاني والدرس اللي تاني ده انتو هتتحاسبوا حساب هتتحاسبوا حساب في الدنيا والاخرة اللي انتو النهاردة بتفكروا تاني قاعدين الوادي الاسمه الجدع الاسم ايه فاكرين الروائي اسمه ايه اياه الفاكر ما ترفوش لا رواقي ولا مش رواقي مش ده طبع ولا ما طبعش هي روايته طبعت ولا ما طبعتش لسه كمان بيتكلم ده الناس زي المفروض تخرص مدى الحياة مش هم اللي اتكلموا على الارض لا ده هو عايز مسحته ده هو عايز يضمر البلد تاني وانا بقول له حضراتكم لازم تبقوا عارفين النهاردة مين في الصورة وقلوكوا الخريطة